أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعاه دبي أن اجتماع العالم بشرقه وغربه وشماله وجنوبه في إكسبو 2020 دبي ضمن احتفالية أبداعية فريدة تجمع ثقافات العالم وابتكاراته في موقع واحد هو برهان واضح على القيمة الكبيرة التي تتمتع بها دبي كحاضنة عالمية للجهود والمبادرات والأفكار التي تساعد على تحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب ومد جسور جديدة للتعاون البناء فيما بينها ويعكس مكانتها كقوة دفع محفزة على الابداع والابتكار لتقديم حلول ترقى بالإنسان وتمنحه الحياة الكريمة وتعين المجتمعات على تخطي التحديات نحو آفاق أرحب من التقدم والتطور والازدهار تأكيدا على دور دبي كشريك فاعل في صنع المستقبل جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموها اليوم إلى مقر إكسبو 2020 دبي وشملت عددا من جنحة الدول الأسيوية والأوروبية بما في ذلك جناح دولة سنغافورة المقام في منطقة الاستدامة والذي حرص سموها على زيارته لتفرده وتركيزه بصورة كبيرة على فكرة الاستدامة البيئية حيث جاء تصميم الجناح بغطاء نباتي كثيف عمدت من خلاله سنغافورة التعبير عن فكرة مدينة في الطبيعة وتجسيد ثراء بيئتها الطبيعية ومستوى التوازن الذي تراعيه بين متطلبات التطوير الاقتصادي وتوجهات الحفاظ البيئية كما زار سموه لعه دبي جناح جمهورية سلوفاكيا المقام في منطقة التنقل والذي يركز على إبراز التقدم الذي احرزته سلوفاكيا في مجال صناعات المستقبل لسيما في أنشطة التنقل والطيران مع اهتمام خاص بتوظيف الطاقة الهيدروجينية وتقنياتها التي توعد في مقدمة اهتمامات الحكومة هناك وتضمنت زيارة سموه لعهد دبي إلى اكسبو 2020 دبي جناح جمهورية استونيا المقام في منطقة التنقل والتي تعد من اكثر دول العالم تقدما في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية حيث يعرض الجناح الخدمات الرقمية المتنوعة التي تقدمها استونيا علاوة على نموذج الحوكم الرقمي الذي تتبعه كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم جناح منغوليا المقام أيضا في منطقة التنقل ويعكس التاريخ والثقافة والبيئة المتميزة التي تتمتع بها دولة الواقعة في آسيا الوسطى ويعكس كذلك نمط الحياة العصرية والتطور الذي تشهده البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر